نقود حضراتكم من الأخبار اللي حصلت إنبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله النهاردة هتنطلق فعليات القمة الأفريقية الخامسة والثلاثين بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية تحت شعار بناء المرونة في القارة الأفريقية تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية النهاردة هيواصل مجلس الدولة استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الرغبين في سحب ملف وظيفة مندوب مساعد في المجلس بتتضمن المسابقة عيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس وده لحد يوم الأربع المقبل الموافق 9 من فبراير كمان النهاردة هتنطلق فعليات التصفيات النهائية رأي الألعاب الجماعية المدرجة بالحافز الرياضي لطلاب الأزهر الشريف وحتنافس في قطاع الأقصر ربعمية حيتنافس ربعمية وخمسين طالب وطالبة في بطولات كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وحتقام البطولات في الصالة المغطاة في مدينة طيبة وملاعب معهد إيجاث للسياحة والفنادق في مدينة الأقصر من أبنى الحاجات التي تحصل النهاردة هيتم فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بني سويف وناصر والحد طبعا ده هيكون النهاردة هيبتدي النهاردة والحد يوم الثلاث من الساعة 8 الصبح والحد الساعة 11 الظهر وده الإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغزيات النهاردة هيكون معدنا كمان مع مباراة حمسية هتجمع بين فريق النادي الأهلي اللي هيواجه فريق مونتيري المكسيكي في كاس العالم للأندية في الإمارات الساعة 6 ونص بالليل